أهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الغبري بداية أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبؤون أمس على افتتاح الطبعة الرابعة والخمسي لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض السنوبة البحرية تحت شعار الجزائر نظرة جديدة وأفاق جديدة وهذا بمشاركة نحو 640 عارضا وطنيا وأجنبيا وسيفتح المعرض الدولي أجنحته لـ 473 مؤسسة جزائرية و 165 مؤسسة أجنبية تمثل 30 بلدنا وستكون إيطاليا بوصفها ضيف شرف المعرض ممثلة بـ 13 مؤسسة عارضة فيما يأتي الأردن في مقدمة يقول المشاركة الأجنبية بـ 25 مؤسسة وستشارك وزارة الدفاع الوطني في هذا المعرض بنحو 15 مؤسسة وكان في استقبال الرئيس دبون بمدخل قصر المعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنغريحة إلى جانب وزير التجارة والتلقيات الصادرات الطيب زيتوني ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النورابحي والرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الجزائرية للمعرض والتصدير وحضر مرسيم افتتاح هذه الطبعة أعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر حيث قام الرئيس بتحييتهم وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة جناح وزارة الدفاع الوطني بمعرض الجزائر الدولية أين اطلع جناح الصناعات العسكرية حيث تشاركه الوزارة الدفاع الوطني بخمسة عشر مؤسساتين على مساحة عرض تقدر بثلاثة ألاف وثمانين وستين متر مربعة وطاف رئيس الجمهورية بأجنحة معرض الجزائر الدولي واستمع إلى شروحات مفصلة من قبل عدد من العرضين وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة بتقدمه مقول وزير اقتصاد المعرفة يتقدمهم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة كما التقى السفير الإيطالي لدى الجزائر جيوفاني بوليزيا الذي تشارك بلاده في الطبعة كضيف شرفنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقد تركزت المباحثات حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخراجات اللقاءات والزيرات المتبدلة بين مسؤولي البلدين على أعلى مستوى وثمن رئيس ديبلوماسية البلدين ما تم تحقيقه من مكاسبات ترجمها المستويات غير المسبوقة التي بلغتها المبادلات التجارية والاستثمارات البينية في قطاع المحروقات وفي قطاعات أخرى تشمل الأشغال العموبية الفلاحة والصناعات الميكانيكية وتحوية بحيث تعد الجزائر أول شرك تجاري لإيطاليا في إفريقيا والشرق الأوسط وتطرق إلى تطورات الأزمة في أوكرانيا على ضوء عرض الوساطة التي تقدم بها رئيس الجمهورية للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سلمي السعب الأوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليابة ثلاثة من قبل رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا واستعرض طرفا بهذه المناسبة التطور النوعية التي تشهد العلاقة الجزائرية الإيطالية في مختلف المجالات وأشهد بما تم تحقيقه من مكاسب تعزز الطابع الإستراتيجي لهذه الشركة وبما يحدو طرفين من إرادة سياسية قوية للعمل على التدسيد أفقها المستقبلية الوحيدة وخلال المحادثات استعرض الوزير أحمد عطاف مجمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها الرئيس عبد المجيد منذ انتخابه من أجل بناء جزيرة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مذكرة تفاهم مع مصنع طائرات الأمريكي بوينغ لتحويل طائرتين لنقل المسافرين من طراز بوينغ 737-800 من أسطولها الحالي إلى طائرتين مخصصتين للشحن مستقبلا وجرت مرسيم التوقيع على همش فعاليات المعرض الدولي للطيران بباريسة والذي يحضره مسؤول شركة الخطوط الجوية الجزائرية وذلك لتلبية الطلب المتزيد على نقل البضائع في المنطقة أوضح وزير التعليم والتكوين المهنيين يسمر بثلاثة أن التوجه نحو التكوين كاستثمار دائم لبناء وترقية المولد البوشري يتطلب دعم كل الفاعلين في مختلف القطاعات وفي شات المستويات وأضاف مرابي خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثالثة للسالون الوطني بمتنزه الصبلات بالجزائر العاصمة إن القطاع شهد خلال ثلاثية الأول من سنة 2022 تفعيل الاتفاقيات الشركة مع مختلف الفاعلين بهدف تكوين المتربسين والممتهينين وإدماجهم في عالم الشغلة وكذا من خلال مبادرات المؤسسات المصغرة والمؤسسات النشئة التغطية لفريل عقل زيانا الانتقاء الذي قمنا به على المستوى الوطني والذي هو أمامكم الآن هو عبارة عن ابتكارات منطقات ولايات 58 ولاية وأكثر من 1200 مؤسسة تكوينية تسخر بهذه المواهب ولذلك وجدنا هذه الفرصة لكي نفجر الطاقات ونفجر أيضا المواهب لأبنائنا انطلقت فعاليات الطبعة الثالثة للسالون الوطني للابتكار المنظم من وزارة التعليم والتكوين المهنيين بمشاركة طلاب التكوين من مختلف معاهد الوطن التقرير لفريل عقل زيانا مستمرون في دعم الابتكار شعار طبعة الثالثة من السالون الوطني للابتكار المخصص لعرض مختلف المشاريع الابتكارية للطلاب التكوين من مختلف مؤسسات ومعاهد التكوين بالبلاد هذه أول مشاركة في صالون الوطني سمع حاجة مليحة ومدى بنا كيشافونا وصلنا الصوت بهم يدعمونا وسمع كون كينبليكيو لهذا السيستام رح نقول له تالت دولة عربية في الضمان هذا رح نقول له تالت دولة عربية نحيش الرقمنا وتالت دولة عربية من ناحية دولة عربية من ناحية الأمن والسلام قربة أمنأة مشروع مهني منجز من طرف متربصي وخريجي مؤسسات التكوين يبرز المجهودات المبذولة من طرف قطاع التكوين المهني في تزويد المتكونين بمهارات تواكب التطور التقني والتكنولوجي لدينا ماشين سي أن سي فخيسز نيميريك تخدم مننا أم بريميتر وعدي وتخدم مننا جراف السيركوي ميكانيك وفخيسز سوغل بوا وفخيسز سوغل بياس ميكانيك الهدف من المشاركة باش نولي ونخدمها هنا في بلادنا للماشين هادي بس كو مكانش باش نحبسه للسيارات تاحاً صالون وطني جمع العديد من الابتكارات بغية خلق فضاءات للتقارب والتواصل بين أصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية وكذل ترسيخ ثقافة المبادرة الفردية لدى الشباب المتكون لاستحداث مشاريع تساهم في تطوير مصار التنمية الاقتصادية عقد مجلس الأمة ثلاثة جلسة عالنية خصصة لتقديم مناقشة نصين قانونيين حول قائمة الأعياد الرسمية والتقاعد وأخرفت الشغال الجسة تقديم نص كل قانون من قبل ممثل الحكومة وتقديم التقرير التمهيد للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضمن الوطن حوله والاستماع إلى أعضاء مجلس الأمة وكذا رد ممثل الحكومة على تدخلتهم من جهتي أكد وزير العمل والتشغيل والضمن الاجتماعي فيصل بن طالب إن مشروع قانون التقاعد يهدف إلى حماية الفئات الهشة وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهور بأس تغطير لها المتقاعدين هذا القانون يهدف إلى الإسهام في إرساء السياسة الاجتماعية العادلة التي تهزفها بلادنا قصد حماية التعليمات الهشة وذات الضخل الضعيف من المتقاعدين كما يأتي تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية القاضية بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بغية صون كرامتهم من خلال ضمان ضخل لائخ لهم لسيما المتقاعدين وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد وأوضح الوزير بن طالب إن مشروع القانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية يهدف إلى تحديد فترة إجازة عدي الفطر والأضحى وتعزيز أواصل التراحم والتلاحم الاجتماعيين أود التأكيد على أن تعديل المادة المتعلقة بتمديد الأيام من يومين إلى ثلاثة أيام هي جاءت في إطار مقاربة مقاربة اجتماعية مقاربة دينية مقاربة دات صلة عميقة بروابط المجتمع الجزائري وبصفاته ومميزاته ومقاربة في إطار تعزيز الأسرة الجزائرية وفي إطار تعزيز اللحمة الأساسية في المجتمع الجزائري وكشف الوزير بن طالب عن إدماجي 500 ألف حامل شهادة في القطاع الإداري والاغتصاطي الإدماج هذه أجمعها مثل تقارير 500 ألف مواطن يعني نصف مليون نصف مليون تمنا إدماجهم في القطاع الإداري وفي القطاع الإداري وفي القطاع الاقتصادي يعني الرقم هو 500 ألف يعني ما يقارب 500 ألف يعني ونصف مليون وهذا الرقم رقم كبير يجب تثمينه ومازالت الأجل حتى 31 ديسمبر تبقى عدد في القطاع الاقتصادي يتكفل به قبل نهاية الأجل 31 ديسمبر سيتكفل بجميع المنتسبين لهذه الأجهزة التي توفر فيهم الشرط أكد وزير الفلاحة وتنمية الريفية محمد عبد الحافظة أني ثلاثة إن مشروع القانون المتعلق بالغبات والثروات الغبية يشجع المشاريع التنموية في الفضاء الغبي ويمنح الأولوية لحماية الثروات الغبية وخلال جلسة عالنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات وخصوص مشروع القانون المتعلق بالغبات والثروات الغبية أوضح الوزير عبد الحافظة إن مشروع القانون يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادية التغطية لشمس الدين السيدية بسبب تسهيل الإجراءات الإدارية سواء بالنسبة لإلغاء التصنيف في الأراضي الغابية هي متبقة بالنسبة لهذا القانون لشروط تنتمي إلى كأولوية حماية الثروة الغابية ولكن بالمقابل لفتح مشاريع تنموية أو ذات المنفعة العامة أو مشاريع محلية أو إقليمية لفائدة الساكنة القانون يسمح لكي يكون فيه إعادة نظر بالنسبة لتصنيف الأراضي التابعة للفضاءات الغابية ويقدم الملف على مستوى مجلس الحكومة وفي الأخير مجلس الوزارة هو يعني فيه توازن حتى بالنسبة للأراضي الفلاحية نفس الشيء أوضح أوزير الفلاحات وتنمية ريفية محمد عبد الحافظة إن السوق المواشي حر ولا يمكن للوزارة التدخل فيه إلا عبر المؤسسات التابعة لها كشفا عن تخصيص عدد من نقاط البيع الأضاحة أرانا نطلقنا في مرحلة كان ولاية بيلوت لا ولاية تعين دفلا جوبنا ديز أفورماتيسان قال عندهم إن أبليكاسون راح إن شاء الله نطلقوا بها سوق الجاي وممكن إن شاء الله إلا فيها فايدة نعمبوها كان لالتري تعل مربنا تحريب لتابعة جي بلي عندهم إن أبليكاسون ليوزع يدي معه يعني عنده لتراصابلتي بار جي بي اس ولما عنده لتراصابلتي جي بي اس غير في تليفون تعوه إن أبليكاسون كي الحك أنت نقول حنا يا ليبع لذيك الافنت أو دي تاي هو مول حانوت يقول أول حق نتليب وندروح لحنا يتكامل أن سيركويت باش نعرفو إلا حلي بالحق أوفيسيالما واللسيد أره إلا دي شارجة كامل في حانوت واحدة أو درجة وبخصوص مسألة توفير مادة الحالب المدعم أوضح الوزير أن القطاع أن القطاع يعمل على تتبع العمل وانطلق في رقمانة عملية التوزيع على مستوى وليتا عين الدفلة كولاية نموذجية لمعرفة ماذا نجاة هذا الإجراء أضخياتي العيد نحن عادة مسؤولية عن مؤسسة وطنية ألفير معروفة نحن كتكون عبارة السلعة القطاعية نتحكم وفي فرق سحر بسحكي كنا على برا السوق ما نقولوش السوق راح حر ولكن تعرفوا الأمور كيفاش تمشي كان الموال وكان هذا الانترميديار في فصلتها العيد اللي يبغي يبيع الخرفانك باشي أنا نشوفه هنا في عاصمة ولا في البلدان الكبرى الناس كامل تدخل لتسويق هذه المشية هذه الظاهرة قديمة شوفنا معا سيد وزير تجارة كان فيه تفتح 850 سوق جواري بالنسبة لبيع هذه المشية انطلق بالعاصمة موسم الحصاد والدرس من المزرعة النموذجية أحمد مدغر برويبة تحت اشراف سلوطات الفلاحية والولائية التي توقعت نسبة انتاج تفع 35 ألف قنطار زكا علينات وتفاصيل من مزرعة مدغر برويبة كانت الانطلاقة لموسم الحصاد والدرس في العاصمة بعد عام صعب من ناحية الظروف المناخية الذي ميزه جفاف قد يؤثر على نسبة الانتاج خاصة في المزارع التي لم يمسسها الريو التكملي توقع تقريبا 35 حتى 38 ألف قنطار الفلاحين خاصة نطمن الفلاحين بلكاين زرعة الموسم القادم يبادرون في الزرع نطمنهم لكي زرعة الدولة عندها لستوك تحادل سيكوريتي ويقدروا الفلاحين يعني العام الجيء إن شاء الله في البدر عندهم ونضمنهم احنا زرعة الدولة ضمنهم زرعة ظاهرة الجفاف التي مست ربوع الوطن إذ طرت الفلاحين إلى اللجوء إلى سقي أزيد من 600 هكتار من أصل 1800 هكتار من المساحات المزروعة هذا العام في العاصمة طبيعة حال الاتكال على مياه الأمطار لم يعد كافي مقارنة بالسنوات الماضية وفي طبيعة حال اللجوء إلى عملية السقي تكملي أساسي المساحات التي كانت عندها السقي تكملي حصلت على إنتاج جد مقبول وأنا لما نقول جد مقبول فأناها المعدل المعدل تعله رانضبون فات عشرين وصلحتين خمسة عشرين وهذا أتبقى معادلة الإنتاج والرفع من المردودية في القنطار الواحد مرتبطة بدرجة أولى بتوفير المياه حسب مختصين دون الاعتماد على مياه الأمطار ستشهد عدد ولاية من شرق البلاد غدا الأربعاء موجة حر مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى أربع وأربعين درجة وحسب ما أفد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة الولاية المعنية هي كل من بيجاية جيجرسكيك داعناب الطارف وقلمة ويتوقع أن تتروح درجات الحرارة بهذه الولايات ما بين أربعين وأربعين وأربعين درجة في إطار التوئمة بين المستشفى الجماعي بيت المنسان ومستشفى محمد بوضياد بالبيض شرع فريق طبي في إجراء فحوصات في عدة تخصصات ويتم إجراء الفحوصات تخص جراحات الأعصاب أمراض القلب العلاج بالأشعاء الجراحة العامة أمراض الأنف والأضون والحنجر بهدف التخفيف عن المرضى وتجنيبه معانا التنقل تدخل هذه العملية في إطار سد العجز اللي عندنا هنا على مستوى المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياد بالبيض أتيت بخمسة عشر اتبار منهم ثلاثة أستيدا وفي المجموع خمسة اختصاصات سنك سبيسياليتي برح شفنا عدة مرضى هنا احتج عدد من عمال النظافة تابعين المؤسسة الردم التقانيين بولاية الجلفة على خلفية تأخر في صب رواتبهم وعدم استفادتهم من منحة المرضى لمدة فاقت الخمسة أشهر وطالب العمال بالإسراع في تسوية وضعياتهم التي طال أمدها حسبهم مما أثر سلبا على وضعياتهم الاجتماعية المزيد في ميكروفون موسى بغراب نحن كعمال مركز الردم التقني رانا اليوم في خمسة شهر ما خلصناش رمضان عقبناه بالماء العيد ما عيدوا سليداتنا كل الناس الأخرى ورانا في الشر وفي الحقرة الحوانيت حتى الحوانيت في الواحن عادوا ما يقدرون يكردوننا عادوا اللي يروحوا ليه يزعاكنا حضرنا الانشغال قدمناه الوزير الداخلي وهو مشكور قلنا بصحيح الإبارة سوء تسير ونحن عادنا شهرين ونحن عادنا ثلاثة يام نتخلنا في اعتسام نحن نطالبهم الرئيس مجلس الإدارة اللي هو والي الولاية بفتح تحقيق وراحيل المدير أكثر من ثلاث سنوات تكرد حكاية الراتب الشهري سبع شهر ما خلصناش وخمسة شهر وربع شهر نحن نطالب بفتح تحقيق وبالنسبة للمؤسسة 13 عام عامل ما يديش الأرباح السنوية والمرضودية من جهته أكد مدير مؤسسة الردم التقني لولاية الجلفات تسديد كافة رواتب العمال الأسبوع الجارية بالنسبة لي تأخر سب رواتب العمال ذلك كان راجع لي تأخر في أخذ بالإعتيار من طرف البلديات ببعض البلديات إلا أنه ما عادت دخول السيد الولي في هذا الموضوع مباشرة كانت إجراءات كانت سرعة الإجراءات باش يقوموا إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع في ناية الأسبوع بتسديد جميع رواتب المتأخرة للعمال وهذا الإشكالية كل مرة نقع فيها نظر لتأخر البلديات في في وضع المبارغ المالية خاصة بالمؤسسة فيما يخص معالج النفايات نظم مركز المحفوظات الوطنية ثلاثة أبوما مفتوحة إحياء لليوم العالم للأرشيف لتعرف بمهام المركز والوسائل البشرية والمادية التي يتوفر عليها من أجل الحفاظ وتأمين على مختلف وثائق الأرشيفية وبالمناسبة لفت مدير المركز محمد تلوين إلى أهمية الحفاظ على الوثيقة الأرشيفية لحماية الظاكرة الوطنية والجماعية والمساهمة في إنجاز الأبحاث العلمية والتاريخية التعطية لميليسا حامسي الهدف منها والمقصد هو إبراز مكانة الأرشيف ودور الأرشيف وأيضا الوعي بهذه المكانة وهذا الضوء في تفعيل إجراءات الحفظ والمحافظة والتثمين وبالتالي المحافظة على الذكرى الجماعية إذن فهذه الأبواب تبرز حقيقة العمل الأرشيفي وكيف يتم التكفل بالوثيقة الأرشيفية وثمن محمد تليوين جهود الدولة والعناية التي توليها للقطاع عبر توفير الوسائل المادية والعنصر البشرية المختص من أجل ضمان حماية الوثائق الأرشيفية السلطات العليا في البلاد أولت عناية كبيرة لقطاع الأرشيف وأولت يعني عناية خاصة بتوفير العنصر البشري المختص وتكوينه وتوفير أيضا الوسائل المادية من أجل النصل إلى مصف يعني دور الأرشيف العالمية وأن نبقى دائما مع الصفوف الأولى في مجال تسيير الأرشيف افتتحت أثلثة فعليات الدورة الأربع والأربعين للمجلس الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء وأكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء خليفة إن المنظمة ستواصل دعم كافة الجهود والإسهام في عملية بناء الجزائر الجديدة التغطية لنسر بوسيان بين أبناء الشهداء الذين يجمعهم حب الوطن والوفاء لعهد الشهداء ورسالة طورة نوفمبر المجيدة والتطلع إلى مستقبل مشترك مع باقي فئات المجتمع في جزائر قوية مزدهرة وسيدة تسودها العدالة والكرامة الشعب فيها هو السيد ويبقى سيدا في وطن سيد في قراره السياسي وإننا من هذا المنبر نجدد التزامنا بالعمل من أجل وطننا تحت سقف احترام كرامة أبناء الشهداء وشهد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء خليف سماتي بالنجاح الدبلوماسي الأخير بعد انتخاب الجزيرة كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي إن المنظمة الوطنية تسجل بكل فخر واعتزاز انتخاب الجزائر كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي وهذا يعكس مكانة بلادنا بين الأمم في ذل التنافس وحالة الاستقطاب العالمي هذا التواجل الذي سيمكن الجزائر من دفاع عن قضايا القارة الإفريقية والدول العربية وفق رؤية يضبطها الالتزام بمنهج السلم والأمن ودعم مصلحة الشعوب الخاصة المتهدة مثل الشعبين الشقيقين الفلسطيني والصحراوي المكافحين من أجنين الحرية والاستقلال ودعا خليفة سمتي إلى مواصلة النضال لتجسيد كافة مطالب المنظمة الوطنية لأبناء شهداء ممنوحة القانون في قانون مجادو الشهيد ظهر منذ 30 سنة منذ صدوره واصبح لا يتماشى مع مطلبات هذه الفئة فيه طالبنا بتعديل بعض المواد فيه النقطة الحساسة بالنسبة لبنات الشهداء هل يعقل يا سيدتي ابنة الشهيد تأخذ 500 ألف منذ 29 سنة ويتدز 500 ألف إذن طلبنا من السيد رئيس الجمهورية على الأقل مراعاة هذه الفئة من المجتمع بتحسين أوضاح الاجتماعي صفاء 26 سنة خبرة في مجال رسم الله وحاد الفنية بالمواد الطبيعية وبتقنيات حديثة تعبر فيها عن جمال صحراء الجزائر تفاصيل في الموضوع لنهاد مضيحة هي إبداعات سيدة من صحراء الجزائر اختارت مجال الفن التشكيلي لتبدع فيه بتشكيل لواحة فنية موادها طبيعية وأخرى غذائية منها رسم بالنار وهي تقنية حديثة تميزت بها في هذا المجال بالنسبة بالتقنية مجد هنا هي مداد القهوة أيضا وطبخها على النار تخرجت من المعهد في المجال اللي لا يتبتنا من ذلك اليوم اللي غيرت يومنا هذا هو أن نخدم في الأعمال الفنية متنوعة من لوحات على الأقمشة لواحات على الزجاج على الجدران ببسيطة رشتها وأناملها ترسم صفاء لوحاتها المحبرة عن جمال طبيعة صحراء الجزائر وبعض رسائل تصف منطقتها توقورت بالنسبة التقنية المقدومة في اللوحة هذه هي تقنية القهوة والتاي حبيت هذا المجال لأن الفن وخاصة الفنان يحبي يوصل للرسالة الرسالة اللي يعيشها في الوسط اللي على المحيط لو عيش فيه لوحاتها الفنية تعدت حدود الجزائر بمشاركتها في المعارض الدولية وكما أن المعارض بدت من سنة 2000 يعني بدت نسافر المعارض من سنة 2000 إلى غاية يومنا هذا من معارض وطنية ومعارض دولية لتكون سفا واحدة من الحرفيات الجزائريات التي وبفضل إرادتها استطاعت اليوم ترسيخ مكانتها في مجال الفن مشاهدين قبل الختام نعود إلى متابعة تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد برون مع رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش نتابع ترجمة نانسيسة ويجب أن يكون هناك ممنخيرات عن المتعملين. هم أمنين بمقاربة جديدة؟ نحن كان هناك هذه الأشياء التي ترغب فيها لا يستيقظون الوحاسيون بالإزمالي لأنهم يكونون مستثمرين في المنطقة لأنهم يكونون مستثمرين ووطنيين يكونون مستثمرين أو الوطنيين يدعون الموافقة ويؤديون الموافقة بهادة النشرة إلى اللقاء